إذا هذه المناعة الروحية أحتاجها أنا كمريض لأدافعها عن نفسي ولا يمكن أكتسبها إلا بالقرب من الله عز وجل يعني كل من يطلب منك إذا بحذا ساحر قولا واحدا لا بدوني يقول لكش أذبح لله لا يقول له لا 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 يوجد هذه الأمور الدين واضح ولله الحمد ولا يهمه أعرفت أنت كآدمي أم لم تعرف أنت عندك نص يقول لك لا تتعامل مع السحرة إذن خلاص لا تروح لهم ولا تقوم بأي شيء قمت بأي تقس من تقوسهم تحمل ومن ضمن التحمل هذا مثلا كما قلنا الأم راحت مسكينة وقامت بهذا التقس وهذا هي لا تعرف ماذا قامت به لكن فعلها ذلك لا يجعلها أنها بريئة لا قامت بالفعل قامت بفعل محرم شرعا نأتي ببذور فاكهة معينة مثلا المنون عندنا نحن المنون نجيبوه المنون المعروف نجيبوه البذران تاعه نأتي بالبذرة ونخلطها ببذرة أخرى لفاكهة الأنانس طيب هذا الخلط بين هذين البذرتين ماذا يعطينا؟ فاكهة أخرى لكنها تشمل الصنفين معا تشمل البذرة الأصلية وتشمل أيضا البذرة المضافة عليها اللي بتجنس معها وبتكتسب منها بعض الخصائص اللي هي فيها المذاق اللي هو الأنانس فتعطينا منونة مختلفة كل اختلاف عن اللي عرفناها من قبل طيب هذ المنونة هذه هل نحن الذين خلقناها؟ لا نحن فقط جانسنا وركبنا وما خلفنا الطبيعة في الخلق وي الغرس لكن الخالق وربول على مسحنا عز وجل فجاء عندنا هذا المجز كذلك هذا الإنسان اللي عنده إصابة مورثة فخلقته هذه وسط هذا الرحم تحدث له تجانسا جينيا بين الانبعاثات السحرية المرضية وبين بنيته الأذمية فيخرج عنده كما قلنا هذه القدرات وهي منها مثلا المكاشفة منها مثلا رؤية عالم الجن والشياطين منها مثلا أن يحس كأنه يعيش معهم حقيقة في المنام ولدرد أنه ممكن يكون في سباق فيستيقظ فيجد نفسه كأنه كان فعلا في سباق حقيقي ممكن يكون في حرب وما إلى ذلك فيستيقظ فيجد مثلا أثار الضرب وما إلى ذلك كأنها حقيقية إذن شهد عندنا كأن يعيش معهم حقيقة ومعرفة الأخبار الآخرين وما إلى ذلك المهم عنده قدرات ليست عند البقية هذه القدرات لن نقول عنها كما قلنا كرامات بل أنا أعطيتكم دليل من أين جاءت ومن أين كتسبت لكن هذه الإصابة المورثة لماذا صارت بالضبط مورثة ما هو الخطأ الذي جعلها تورث أن هناك من ينفي الإصابة توريث الإصابة الروحية وهذا خطأ لماذا خطأ الرقي الشرعية علم علم وجب إعطائه وزنه وقدره له ولأهلها لأهل العلم الرقي الشرعية فإذا اعتقدنا أن الإصابة الروحية سحر أعين حسد مس عبارة عن مرض فوجب علينا أن نسقط عليها ما يسقط على الإصابة العضوية عندنا سكر ورثي ولم عندنا شي سكر ورثي عندنا سكر ورثي عندنا أمراض أخرى تورث مناعية إذن هنا الطب اعترف بتوريثها فلماذا لا نعترف بأن هناك أمراض روحية أيضا تورثه بل مانع في ذلك لا يوجد أي دليل يمنع أن تورث إصابة معينة روحية من أم إلى أبنائها أو من جد إلى أبنائها وما إلى ذلك وأحفاظه وهكذا حين لا يوجد مانع إلا الذي لا يبحث الذي لا يبحث طبعا هذا سيعاند وسيقول لا يوجد وما إلى ذلك لكنه لم يبحث ونحن نعذره لجهله بعدم بحثه وما إلى ذلك لكن لا نعذره إذا تكلم بغير العلم لأنه سيسأل أم الله عز وجل سيسأل أم الله عز وجل وبالتالي هو يساهم في تغيب أو تظليم العقول حول المفاهيم الصحيحة يستصغرها أمامهم بدون بينا وبدون عين إذا أعتقدنا أن الإصابة الروحية هي أيضا مرض فوجب علينا إسقاط ما عليها ما على الإصابة العضوية يجب إسقاطه أيضا على الإصابة الروحية منها اختلاف مدة شفاء هناك أمراض عضوية تعالج مثلا في نفس اليوم تعالج مثل الإنفلوانزة العادية ممكن استعمال دواء في الصباح يعالج بالمساء حرارة تزول مباشرة بالأدوية أيضا هناك في الإصابة الروحية إصابات ممكن تزول في حصة واحدة لكن بالمقابل هناك في الأمراض العضوية إصابات مزمنة إصابات تحتاج وقت محدد حتى تعالج وبالتالي أيضا في الإصابة الروحية هناك إصابات مزمنة وإصابات تحتاج وقت حتى تعالج من ضمن هذه الإصابة التي تحتاج وقت حتى تتعالج الإصابة المورثة لذلك أهل هذه الإصابة يعانون طيلة سنوات سنوات تجدهم سنوات وهم يعانون بالبحث عن العلاج بل منهم اللي يستطيعوا القراءة هناك إصابات فاتت الحد في تطورها مثلا أول ما يمسك كتاب الله عز وجل كل القرآن يصير أبيض يراه أبيض كل الحروف اختفت أو ممكن أول ما يفتح القرآن يحرق يحطرق الأوراق التي يقرأ فيها تحرق أمام عينه حقيقة مش اسمته حقيقة أو يأخذ القرآن يمزق أمامه وعياذ بالله هناك هذه الحالة أو أول ما يبدأ يقرأ القرآن دم ينزل من العين وكلما أكثر زاد نزول هذا الدم زاد أكثر ينزل من الأنف زاد أكثر ممكن يغيبه بل كانت مرت عندي حالة اخت ضعيفة مسكينة ضعيفة جسديا ولما قرأنا عليها وجدنا فيها عفريت يعبد النار داخل جسمها لأنها كانت تشتعر فيها النار غريبة جدا في الدات حد درجة أنه أثر الحرق تظهر عليها فلم يكتشفوا ما بها وسبحان الله وفقني ربع زوجة اكتشفنا أن بها عارض يعبد النار داخل جسمها ومجوسي المجوسي يعبدون النار قال لك أنا مجوسي وأعبد النار داخل جسمها وسأقتلها وحقيقة عذابها الذي يعذبها هذا الخبيط خطير جدا حتى كلما همت بالصلاة أو إلى الصلاة يمسكها حقيقة من الشعر ويضرب وجهها مع الأرض حتى يتطا طاير الدم يبلك الدم طاير مع الأرض يعني منظر صعب جدا وليس تكون الحالات مثل هذا الأمر ليس تكون الحالات هكذا لأن الإصابة عند هذه الأخت مورثة قال لك لأنه لما كانت تروح عند الطبيب يقول لها الطبيب ما عند قطر الدم فكيف أنت يحيا فوجهنا أن هذا الخبيط قال لك أنا أشرب الدم كل دمها أنا أشربه أنا اللي أشرب دمها نشوف ينوصل به وفعلا البنت المسكينة تشوفها بيضاء ليست صفرها ولهم يحضر بيضاء قطر الدم غير موجودة سبحان الله هذه الإصابة المورثة خطورتها من أين اكتسبتها اكتسبتها من العهود من العهود بمعنى أن أحد الأجداد أو الوالدين قام بطقس من الطقوس وهذا الطقس من الطقوس معنى في عالم الجن والشياطين أهد أفتح قوس للأمثلة عندنا مثلا لأنه ليست كل الإصابات المورثة هي متماثلة فيما بينها قد يكون إنسان عند الإصابة مورثة لكن أعرضه لا تكاد تظهر لا تكاد تظهر لا سرع لا وساوس ولا أي شيء لكنهم كلهم يجتمعون في شيء واحد وهو التعطيل ما فيش إنسان عنده إصابة مورثة لا يعالج نفسه لا يجتهد فيه علاج نفسه عنده الأمور ميسرة مستحيل مستحيل بالمرة إلا إذا كان شيطان مثلهم نحن نتكلم على المسلمين عباد الله سبحانه وتبارك عبيد الله عز وجل عباد الله هؤلاء سيحاربون حربا بينة بخلاف غيرهم بخلاف غيرهم إذن هذه الإصابة المورثة قلنا تختلف في قوتها مسأل الإختلاف هو العهد والأنثلة هنا عندنا مثلا شخص كان أبوه ساحر أو كانت أمه ساحرة أو كان أبوه عرار أو كانت أمه عرافة العراف لم يصير عراف إلا بعد العهد والساحر ما صار ساحرا إلا بعد العهد إلا بعد العهد أن يأخذ العهد مع الشياطين يعني يقول له مثلا العهد مثلا هو أراد أن يتواصل معهم فتم قامت بالتقوص وما إلى ذلك مما يصله إلى التواصل فتم التواصل قبل أن يتم قبل أن يتم أن تتم هناك الخدمة أن تكلم على السحر ما تكلم على أنه أكثر من في الساحر هذوليسوا بسحراء فقط يدعون أنهم سحراء ويكذبون يعني يعرف أن الناس أصلا سادجين في هذه الأمور فممكن يكذب عليهم بسهولة يأتيهم بالأخبار فيصدقه يعني إذا جاءك بأخبار أنت ترى أنها صحيحة وطبعا هي من الذي مضى ليس من المستقبل فعينما يعطيك أخبار صحيحة فأنت تصدقه لما يأتيك بحجاب وما إلى ذلك أيضا ستصدقه بصديقك لتلك الأخبار يعني صار شخصا في نظرك شخص خارق هو لا خارق ولو يحزن لكن أنا هنا أتكلم على السحر وهو سحر يعني لقلك هذا خلاص انتهى الموضوع فهؤلاء إذا قام بالطقص ووصل إلى مرحلة الخدمة فقبل أن تتم الخدمة بينه وبينهم هم يشترطون عليه شروط فعل كذا وفعل كذا اذبح كذا اشرب كذا لا تصلي هنا لا تصلي هذه الصلاة مثلا هذه الأمثلة حط المصحف الكريم العيد بالله في مكان كذا مهم شروط محددة وحسب قيامه بهذه الشروط وعددها ومدى خبثها وحقارتها حسب ما يرفع هذا الملعون هذا السحر حسب ما يرفع به من مكان وما يعطاه من جنود وشياطين يكونون معه عونا وما إلى ذلك هنا تم العهد إذا قام بهذه الشروط إذا قام بهذه الشروط فقد تم العهد وتمت الموافقة طيب ما هو الشرط الذي يشترطون عليه أن يؤخذ من ذريته من يتمم العمل مفهوم أن يؤخذ من ذريته من يتمم العمل لذلك أغلب أبناء السحارة تجدهم مش أغلبهم جلهم تقريبا عندهم إصابات خطيرة ليست عادية خطيرة ممكن كله يكتب ممكن يعني ينام في مكان يصبح يلقى نفسه في مكان ممكن يأخذ عقله بسهولة ويرجع عشرة أيام خمس عشر يوم ممكن يذهب البصر يذهب السمع يعني عندهم إصابات تعتبر متطورة ليست بعادية لكنه مخير هم يتسلطون وهذا ابتلاء من الله عز وجل لكنه مخير إما أن يختار أن يبقى من عباد الله الصالح فيلتزم وينضبط وهذا خير له هذا خير له لأن هذا في مصلحته وهذا في حقه نعمة وليس نقنة لأن كثير من الناس محرومون من قراءة القرآن سليمين السلامة البدنية سليمين لكن لا يقرأون قرآن لا يصلون ولهم يحزنون في حين المبتلى المبتلى اللي عنده صدق اللي عنده إيمان الإنسان اللي هو سليم داخليا من الناحية العقدية هذا تجده خائف هذا الابتلاء يساعده به الله عز وجل في الانضباط الصلاة في وقتها الأذكار لا يضيعها ترى كل أمره يرقب فيه الله عز وجل أليست هذه نعمة في حقه؟ نعمة إذن هو مخير إذن هو ليس مصير بل مخير إما أن تختار أن تكون مع هؤلاء وإما أن تختار أن تكون مع عباد الله الصريحين أن تكون في طريق الحق أو أن تكون في طريق الضرل لا يفرد عليه لكن هو يتأذى وهذا الأذياء تعتبر ابتلاء إنما عنده من المقومات التي أودعها الله فيه سبحانه عز وجل ما يؤهله لأن يتخطى تلك الإصابة بسهولة لكن هذا لا يكون ولا يتم إلا بتقوية المناعة الروحية والمناعة الروحية لا تتقوى إلا بالقرب من الله عز وجل ما فيش دواء يعني يقوّلنا هذه المناعة الروحية التي نحتاجها في حربنا ضد هذا العالم المجهول وعالم الجن والشياطين عالم الجن والشياطين إذا هذه المناعة الروحية أحتاجها أنا كمريض لأدافعها عن نفسي ولا يمكن أكتسبها إلا بالقرب من الله عز وجل قلنا أبناء الصحراء أو أبناء العرافات فهؤلاء من الدرجة الأولى في الإصابة المورثة لأن العهود التي قام بها آباؤهم تكون خطيرة جدا طيب عندنا أيضا أم مثلا لم تكن تلد فذهبت إلى ساحر وهو يقول لك فقيه ذهبت إلى ساحر وطلب منها مثلا الذبح يعني كل من يطلب منك ذبح هذا ساحر قولا واحدا بدون يقول لك أذبح لله لا يقول له لا 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 يوجد هذه الأمور الدين واضح ولله الحمد إذن يطلب منها مثلا يطلب منها يقول لها تروحي إلى الضريح الفلاني وقدمي الدبيحة هذا واجلسي فيه يومين ثلاثة حسب الاتفاق قيامها بهذا الفعل وذبحها هذا أولا شرك يعني هي أشركت فذبحها هذا يعتبر شرك ذبحها يعتبر شرك لكن الأخطر أيضا أن فعلها هذا يعتبر في عالم الجن والشياطين عهد يعتبر عهد إذن هذا الجنين الذي سيولد سيولد سيكتسب أيضا خصائص مرضية في الرحم لأن الشرط كما قلنا هو لا يهمه أعرفت أنت كآدمي أم لم تعرف أنت عندك نص يقول لك لا تتعامل مع الصحراء إذن خلاص لا تروح لهم ولا تقوم بأي شيء قمت بأي تقس من تقوسهم تحمل ومن ضمن التحمل هذا مثلا كما قلنا الأم راحت مسكينة وقامت بهذا التقس وهذا هي لا تعرف ماذا قامت به لكن فعلها ذلك لا يجعلها أنها بريئة لا قامت بالفعل قامت بفعل محرم شرعا الزبح عند ضريح إذن هذا الزبح عندهم في عالم الشياطين يعني أن نتسلط على ذريتك